توجدت راميات الكويت والميداليات الذهبية في منافسات الفرق ضمن دورة للعاب الثالثة للأنديات العربية للسيدات والتي تستضيفها إمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير أنا كويتية جملة تتردد هنا على ألسنة الفتيات الكويتيات بكل فخر واعتزاز بعد أن هيمنت لاعبات دولة الكويت على ألقاب مسابقتين الرماية بفرعيها المسدس والبندقية لمسافة عشرة أمتار ضمن منافسات دورة الألعاب الثالثة للأنديات العربية للسيدات التي تستضيفها إمارة الشارقة وتقام تحت رعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي الرماية الكويتية يعني الحمد لله مشاركتها كانت قوية حقت نجاحات حقت مدالة الأولى الذهب في الفرق سيدات في رماية البندقية أيضا في رماية المسدس حققنا مدالة برونزية أنا طبعا نيابة عن أخواني أعظام جدارة نادر رماية الكويت الرياضي أتقدم بالشكر للقائمين على إدارة هذه الدورة أولا إلى سمو حاكم الشارقة صاحب السمو أمير الشارقة الشيخ الدكتور سلطان القاسمي أيضا لللجنة المنظمة والأقوان في اللجنة الوطنية التتويج جاء بعد أن خاض بنات الكويت عدة جولات حصلنا فيها على العديد من الميداليات الفضية والبرونزية وكان ختامها المسك بحصولهم على الميدالية الذهبية في منافسة الفرق لرياضة البندقية الحمد لله اليوم منتخب الكويت للرماية قدر أن يحصل على العديد من الميداليات بالنسبة لنا فريق المسدس عشر متر سيدات قدرنا أن نحصد الميدالية البرونزية فرق واليوم ما شاء الله تبارك الرحمن خذينا الذهبية فرق في البندقية بالرغم من كل التحديات والصعوبات التي نواجهها في دولة الكويت كرياضة كويتية يعني اليوم للأسف كنا نتمنى أن نشوف علم الكويت يرفع في باقي الرياضات فقدنا بنات الكويت فقدنا روحهم الرياضية في الملاعب ومحاربتهم بناتنا كان ممكن يحصدون العديد من الجوائز والميداليات في باقي الرياضات بالرغم من الصعوبات والمنافسات اللي كانت على كل شيء يعني صارت معنا صعوبات بالرماية بالمسدس صلحنا المشكلة ورمينا بأحسن ما يمكن يعني وخذينا وقتنا كافي ودورت لألعاب الثالثة لرياضة المرأة للسيدات الشارجة ما قصروا الإدارة وما قصر نادي الرماية وأوجه شكري حق مهندس دعيج الاعتابي والحمد لله النجاح الكبير الذي حققه نادي الكويت للرماية ممثلا بالثلاث الذهبي المكون من الشقيقتين مريم وهبا أرزقوني وزهراء السافر كان بمثابة عقد ذهبي علق على جيد الرياضة النسائية أداء قوي ومميز لفت الأنظار بعد أن خطفنا بنات الكويت الميدالية الذهبية وتعدين الأخطار ليرسمنا بذلك مستقبلا باهرا للرياضة النسائية في كل الأخطار لتلفزيون دولة الكويت الحسن حدادي